التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ذات كوبيريشن الصينية الرائدة في مجالات الاتصالات والتقنيات المعلومات وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم لإنشاء مصنع يوفر منتجات الشركة للسوق المصرية وكذلك لتصدير مضيفا أن مصر لديها اتفاقيات تجارة مع دول أفريقيا والدول العربية وأوروبا ويمكن للشركة تمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للشركات الأجنبية